النهاردة نقومه أسونو لعب المنتخب اليماني عمل أداء رائع جداً عمل شغل محترم جداً تعالوا أن تأخذ شوية أرقام من هذا اللاعب الكبير فيه المنتخب الياباني لسجل هدف رائع جداً هو لعب 33 دقيقة سجل هدف وسدت 5 كرات لمس الكرة 14 مرة ودك التمرات في هذه المباراة كان 83% مشاركة قليلة في عدد دقائق ولكن الأداء كان رائع جداً أسونو صاحب هدف الفوز على اليابان اشتغر في اليابان بالمنحوس عشان استبعد من قائمة كأس العالم في 2018 قبل انطلاق البطولة مباشرة ونسبغيب عن كأس أسيا 2019 بسبب الإصابة أيضاً كان مهدد بالغياب عن كأس العالم الحالي أيضاً بسبب الإصابة لكنه سابق الزمن وقام بجلسات علاجية مكسفة رغم حاجته لعملية جراحية الحفاظ على أماله فيه المشاركة بكأس العالم وقد كان ولعب وسجل هدف الفوز لقب بالنمر نظراً لسرعته الكبيرة ولذلك يكون بالاحتفال دايماً بطريقة تعبر عن ذلك طريقة النمر طيب لعب أيضاً كان رائع جداً هو الحارس جوندا حارس المنتخب الياباني اللي خد أفضل لعب في هذه المواجهة جوندا بدأ مسيرته في افسي توكيو قبل أن يلعب معاراً لهن النمساوي كان مع نهاية عقده مع فريق توكيو نضم إلى ساجان تسو في صفقة أغضابة جماهير الأول وفي أول مواجهة بين الفريقين ظهر جونداً متأسراً جداً لجماهير فريقه القديم شارك مع منتخب اليابان السام بداية من كأس أسيا 2019 واحتلت وقتها المنتخب الياباني الوصفة بعدها عاش أعوام طويلة احتراطياً لكواشيما الحارس التاريخي للمنتخب الياباني جوندا عانى من الاكتهافة 2015 وفكر جداً في الاعتزال كرة القدم والتحول للعمل في أحد المطاعم يعني كان هيسيب الكرة وهيروح يشتغل في المطعم طيب جوندا بقى عمل إيه في مباراة ألمانيا هو شارك في التسعين دياء طبعاً تصدى ليه 8 كرات تصدى ليه 4 كرات داخل منطقة الجزاء تماميناته الصحية كانت 22 من 31 تمريرة وتدخلات الدفاعية الناجحة ليدر إيه بعد كرات خطيرة جداً كانت 3 مرات أداء رائع جداً من حارس المنتخب الياباني اللي بعد الكثير من الكرات الخطيرة عن مرمى في هذه المواجهة ألمانيا طبعاً بعد الهدف الثاني هجمت بكل قوة ولكن دون جدوة القوة الحقيقية القوة والنجاعة الحقيقية كانت عند المنتخب الياباني هم النهاردة اللي كانوا بيحطوا الأهداف بمنتهى المهارة ومنتهى القوة وتسجيل هدفين في مرمى الكبير عن منتخب الألماني أحد أكبر المنتخبات العالمية ترجمة نانسي قنقر